خلونا بقى مع حضراتكم نرجع مرة تانية للثنوية العامة والنتائج اللي تم اعلانها النهاردة والمؤتمر الصحفي اللي كان من شوية للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللي اعلن فيه عن نسبة النجاح العامة طبعا لطلاب الثنوية العامة وهي كانت 78 و8 من 10 طبعا دي من اجمالي طلاب الثنوية العامة 78 و10 في المية دي نسبة النجاح السنة دي بقى البنين الولاد متفوقين على البنات يعني ودي حاجة يعني بتالي احنا اول مرة نلاحظها يعني من سنين كتير يا جيسي صحيح بس برضو هتفضل البنات البنات احلى المخلوقات ايوة متحيزين بالظبط كده الحقيقة انه نسبة نجاح البنين 80 في المية وفي البنات 77 في المية يعني مش فرق كتير برضو يعني يا رب كده بكل التوفيق والنجاح للكل ان شاء الله الحقيقة انه كمان تم اعلان اسماء الاوائل اوائل التنوية العامة طبعا يعني بالشعبها المختلفة على مستوى الجمهورية كمان تم تكرمهم وتشجيعهم برضو خلال المؤتمر الحقيقة انه كمان الدكتور رضا حجازي اوضح ان باب التظلمات هيتم فتحه بعد 48 ساعة من اعلان النتيجة يعني ان شاء الله يوم الخميس الجاي والتظلمات هتكون ورقيا وهيتم تقدمها في الاماكن والمقارات اللي وزارة التربية والتعليم هتعلن عنها الخاصة طبعا بالمديريات اللي هتكون قريبة من الطلبة على حسب برضو محافظاتهم الطالب ليه حق ان هو يطلع على صورة من كراسة الاجابة الخاصة به وطبعا ده في المادة اللي تم التظلم فيها ورسوم التظلم للمادة 200 جنيه طبعا احنا بنقول مبروك وبالتوفيق في اللي جاي سواء يعني كانت دي النتيجة او هتعمله تظلمات يعني كل التوفيق وان شاء الله كل حد كده يحقق اللي بيتمناه ونفسه فيه ان شاء الله بإذن الله ألف ألف مبروك مرة تانية لكل الطلبة والطلبات وعلى فكرة عايزين نحاول بقدر الإمكان ما نحجمش تفكيرنا اللي هو أنا لو ما تقابلتش مثلا في كلية من كليات القمة أو يعني قمة أصل القمة دي على فكرة نسبية يعني ممكن مثلا أنا أكون جايبة مجموع عالي جدا يأهلني أن أنا أخش طب والهندسة اللي هي من اللي نطلق عليها كليات القمة ولكن أنا شاطرة في حاجات تانية خالص وبتقبل مجموع أقل فحاولوا بتشوفوا انتوا شاطرين في إيه شغوفين بإيه بتحبوا في إيه وأي مجال أنتوا هتكونوا شاطرين فيه هتبقى دي بالنسبة لكو هي دي القمة ده المجال اللي أنتوا هتبضعوا فيه وهتتقلقوا فيه وهتتميزوا فيه وهتلاقوا فيه شغلانات تفتح عليكم بأبواب رزق كتيرا 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 فأتمنى أن احنا وبرضو الأهالي والأهالي غيروا تفكيرنا أنا ابني جاب مثلا 92% وهو لازم عشان جاب المجموعة ده لازم يخش كلية الطب ولا لازم يخش كلية الهندسة لا هو لازم يخش حاجة هو حبيبها حاجة هو شاطر فيها حاجة هو شايف نفسه فيها مش بس كمان سنة ولا سنتين ولا خمس سنين لا كمان عشر سنين لأن سوق العمل بيتغير بتغير غير معقول ولازم الشباب يكونوا مواكبين ومتواكبين مع كل هذه التغيرات وحتى لو مجموعة قال يا جيسي برضو آه بالضبط يا رضو يعني عايزين الأهالي تبقى قادرة أنها تتقبل ده وقادرة أنها تتقبل فكرة أنه في مجالات كتيرة دلوقتي مش شرط خالص الكليات اللي احنا بنطلق عليها كليات قمة وياما ناس جايبين مجموعة قليلة وقدروا يتفوقوا في مجالات بعد كده درسوها وبعد كده كمان ياما كمان يا رضو ناس دخلوا كليات قمة وما نجحوش لا ونجحو كل حاجة لكن ما كانش ده شغفهم ما كانش ده أمانهم في الحياة ونلاقيهم بعديها بفترة عملوا كريشف غيروا يعني تماما 180 درجة صحيح في بصلة حياتهم فالمهم أنه نعمل حاجة احنا بنحبها وبإذن الله ربنا يوفقكم في كل خطواتكم ان شاء الله حاجة من الحاجات اللي كانت زريفة ويمكن جديدة رضو في المؤتمر الصحفي اللي احنا كنا شفناهم من شوية احنا شفنا الطلبة والطلبات الأوائل بيتكلموا على الهواء كانت يعني لفتة زريفة من وزير التعليم أنه هو يخليهم يقولوا نصيحة للطلبة اللي هيكونوا بقى في مكانهم السنوات اللي جاية ويمتحنوا برضو في السنوية العامة وقد أغلب النصايح بتأكد على أهمية تقسيم الوقت ما بين المذاكرة والراحة وتنظيم الوقت ما بين كل مادة والتانية وما يبقاش فيه نوع من العصبية والقلق والتوتر ياخد وقتهم في كل حاجة لأن التوتر ده والقلق بالتأكيد بيقلل نسبة التركيز ونسبة الانتهاء كمان والاستيعاب في المذاكرة صحيح فمرة تانية رضو أنا بنقول لكم ألف ألف ممروك لكل الطلبة والطالبات والأهالي اللي تأكيد طول السنة اللي فاتت برضه بالزبط كده عم نشوف كده معالي وزير التربية والتعليم دكتور ريد حجازي ال ايه في هذا المؤتمر الصحفي ونرجع مرة تانية نبدأ يومنا مع حضرت نستعرض مع بعض بعض المؤشرات البسيطة اللي بيتورينا حجم العمل في السنوية العامة اتقدم للامتحان 763 2206 حاضر 759 676 عدد الناجحين 598 723 عدد الطلاب اللي لهم دورتة فاني السنة دي 118 609 605 بعد كده عدد المتقدمين والحاضرين لو قسمناهم بنون وبنات زي ما انتوا شايفين نسبة النجاح للبنون 80.6% والبنات 77.4% والاجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8% في المياه مرة تانية ألف ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات وكل التمانيات بالنجاح في حياتكم الشخصية والمهنية وان شاء الله دي بداية الطريق وما هيش نهاية الطريق ترجمة نانسي قنقر